الموضوع أنا عارف أنه هو ناس يعني عدد قليل بس هو لها يكون مهتم بالموضوع ده إن شاء الله واحد بس ممكن يستفيد منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيكم يا قوم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحلقات اللي بتتكلم عن برامج الهجرة الخاصة بمقاطعة بريتش كولومبيا الكندية زي ما قلنا قبل كده فيه ثلاث برامج مخصصين لرجال الأعمال زي ما هم واضحين عندكم في الجدول اللي ما شفش الفيديو يريد تشوف الفيديو هاتركوا رابط فوق وهاتركوا إياه في الوصف بتاع الفيديو ده النقاط اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هي فقط خاصة بالباس كاتيجوري فقط البقية ملهمش نقاط هما عاملين بس من الثلاثة دولي احنا كنت اتكلمت في فيديو سابق عن النقاط الخاصة ببرامج اللي هي الناس العمالة الماهرة والطلبة كان خمس برامج هناك وهنا البرنامج ده له طريقة حساب مختلفة عن ما ذكرته سابقا في الفيديو السابق قبل ما اتكلم عن النقاط الطريقة ازاي بتكون انت بتدخل اونلاين بتملى بياناتك هحط لكم رابط برضو للتسجيل ازاي الموقع اللي ممكن تسجل فيه هتسجل اونلاين تحط معلوماتك وهتعمل برضو هتقدم اللي هو البروبوزل بتاع البزنس بتاعك وتفاصيله والدراسة الجدوية الاخرة هتدفع 300 دولار عشان تعمل تسجيل هنا في رسوم 300 دولار وهتستنى هيقيموا الملف بتاعك وبعدين يبعتوا لك يقولوا لك النقاط بتاعتك كذا وانت بتسجل واحنا هنشوف كده في النقاط كل مجموعة من البنود بتحتاج حد ادنى منك تتجمع النقاط فانت لو ما عندكش الحد ادنى دولي فمعناها ان البننامج ده مش ليك لو جمعت الحد ادنى في كل قسم من الاقسام ماشي بعد كده هيعتمد التلسكور بتاعك كام وتدخل بعد كده في اللي هم البول ويتحصل صحبات ويتم اختيار بناء على مين اعلى نقاط من مين بتستغرق عملية تقييم الملف وانهم يبعتوا لك السكور بتاعك كام؟ ستة اسابيع وهم محددين لنفسهم حد اقصى من الطلبات اللي يقبلوها في الشهر بتكلموا على متين ملف تعالوا بقى نشوف النقاط ازاي زي ما انتم شايفين كده في الجدول النقاط بتتوزع على جزئين الجزء الاول هو علاقة بالبيانات اللي انت هتقدمها بالمعلومات اللي هتقدمها عن نفسك حد اقصى ممكن تاخد فيها مية وعشرين نقطة وتمانين نقطة على البزنس كيس بتاعتك وعلى دراسة الجدول اللي انت عملها في المجموع متين نقطة كحد اقصى ممكن تحصل عليهم من خلال البرنامج ده او طريق التقييم الملف في البرنامج ده وبما اني مش هتكلم النهاردة عن التفاصيل الخاصة بالبرنامج وايه شروطه وازاي تعمل كذا وما تعملش كذا انا هتكلم فقط عن نقاط هسيبلكو في الفيديو في الوصف بتاع الفيديو رابط للموقع الرسمي اللي ممكن من خلاله تشوف كل حاجة مشروحة هاي كل حاجة مشروحة لناس اللي هي حابة تدخل وتعرف اكتر على تفاصيل وشروط البرنامج ده انا النهاردة هتكلم معكم في حلقة دي فقط عن النقاط بتحسب ازاي عشان كل واحد كده ممكن يجي برقه وقلم كده ويحسب من الناس المهتمين من رجال الاعمال ممكن يبدأ يحسب كده يشوف نقاطه اللي ممكن يجمعها كام ندخل على المجموعة بتاعت السلف ديكليرد اللي هم عليهم 120 نقطة اول بند فيها اللي هو بند الخبرة العملية او خبرتك كرجل الاعمال الخبرة العملية هنا بتتقسم لنصين نص خاص بهل انت كان انت صاحب كنت صاحب بيزنس قبل كده ولا لا وامتى بقالك كام صاحب بيزنس سابقا اقصى حاجة اللي ممكن تاخد عليها هي لو كنت بقالك خمس سنين صاحب بيزنس فتاخد عليها عشرين نقطة وهكذا التفصيل زي ما انتوا شايفين في الجدوى لحسب عدد السنوات في نفس الوقت بيدي لك برضو نقاط لو انت اشتغلت كمدير يعني سينير مانجر في بيزنس بس الشرط انه ما تكونش انت كنت مالك اكتر من عشرة في المية من البيزنس ده نفس الكلام عندك في السينير مانجر اقصى حاجة ممكن تحصل عليها هي لو اشتغلت خمس سنين تاخد اتناشر نقطة في الاثنين هات اقصى حاجة ممكن تاخد عليها هي عشرين والشرط انك انت المينمم يكون عندك تمان نقطة في المجموعة دي في اربع نقاط كده بونس للناس اللي هم مية في المية كانوا اصحاب اعمال owning business 100% في خلال اخر خمس سنين ثلاث سنوات من الخمسة اللي فاتوا فتشوف كده النهاردة احنا في 2020 من 2015 ل2020 هل انت كنت صاحب بيزنس 100% في ثلاث سنين خلال الفترة دي ولا لو كنت هتاخد اربع نقاط اضافية في المجموعة دي وده اللي بيكمل ال 24 المعمولين على الخبرة العملية البند الثاني اللي له علاقة بالفلوس الكاش اللي موجود والنت ورث بتاعك النت ورث يعني هو مقسمينه على مرحلتين او قسمين يعني القسم الاول هو الخاص بالفلوس السائلة الكاش اذا حاجات اللي هم مشاهدات استثماري الاخرة حاجات اللي ممكن تفكها خلال سنة فده دي كلها تعتبر ضمن ما يسمى بالcurrent assets اربع نقاط ممكن حد اقصى تاخد عليها اللي اقل من خمسين الف بياخد صفر وهكذا حسب ما انت شايفين في الجدول اربعمائة الف وفوق الفلوس السائلة اللي معاك اربعمائة الف دولار كندي بنتكلم هتاخد عليها اربع نقاط الجزء الثاني اللي هو انت النت ورث بتاعك كام يعني بيسموها ايه ممتلكاتك تقييم ممتلكاتك ممكن يكون كام دي برضو بتاخد عليها 8 نقاط حد اقصى 5 مليون وفوق بتاخد 8 نقاط لو كان ممتلكاتك مجموع الثروة بتاعتك 5 مليون دولار كندي او اكثر بتاخد عليها 8 نقاط اقل من 600 الف بتاخد صفر نقطة طيب هنا كشرط لازم يكون عندك كحد اقصى كحد ادنى 5 نقاط في المجموعة دي معناها ايه انتو زي ما انتو شايفين وهو اقصى حاجة ممكن تاخد فيها اربع نقاط معناها انت محتاج ان يكون عندك على الاقل 600 الف ده النت ورث بتاعك على الاقل عشان تقدر تاخد خمس نقاط وتكون انك انت تسجل في البرنامج ده البندي اللي بعده على طول انت مستعد تستسمر كام من فلوسك دي في بريتش كولومبيا برضو الجدول قدامك لو اقل من 200 الف يعني انت مش مؤهل انك انت تقدم لبرنامج ده على الاقل عايزك تستسمر 200 الف وبيديلك عليها 8 نقاط لو هتستسمر لغاية 8 مليون يعني 8 مليون وفوق هتاخد عشين نقطة كحد اقصى في المجموعة دي البند اللي بعد كده خاص بي انت هتوظف كام معك البزنس هتجايبه ده هيشغل مين معك لو كان انت لوحدك ومفيش حد تاني خالص يبقى ده ما ينفعش انت لازم على الاقل يكون في شخص واحد هتوظفه معاك في البزنس اللي انت هتعمله ده ان شاء الله النقاط برضو زي ما انتوا شايفينها كحد اقصى لو هتوفر 20 وظيفة هتاخد 20 نقطة لو هتوفر وظيفة واحدة هتاخد 8 نقاط وهو ده الحد الادنى اللي مطلوب في البندة وعلى حسب انت البزنس بتاعك هتعمله فيهم في بريتش كولومبيا كل ما هتبعد عن المنطقة الاساسية اللي هي غريتر فانكوفر كل ما هتاخد نقاط فانت عندك الجدول وتشوف المناطق اللي ممكن تدي لك نقاط اعلى ممكن تركز فيها واخر حاجة في اللي هما السيرف ديكليرد ايريا اللي عليها 120 كشكل عام بشكل اجمالي اللي هو ما يسمى بالتكيف هل انت ممكن تتكيف في المقاطعة ولا لا ودي بتحتوي بناء على خمس حاجات اللي هما اللغة التعليم هل انت زرت بي سي قبل كده بريتش كولومبيا قبل كده ولا لا والعمر وهل عندك خبرة هنا في كندا ولا لا خلينا نعدي عليهم بالسريع واحدة واحدة بالنسبة للغة لو كنت CLB5 وفوق هتاخد 4 نقاط CLB4 هتاخد نقطتين CLB3 وتحت مش هتاخد ولا نقطة بالنسبة للتعليم هتاخد اذا كنت ماجستير ودكتوراه هتاخد 8 نقاط اذا كنت بكالوريوس عندك حاجة بعد الشهادة الجامعية هتاخد 5 نقاط وهكذا زي ما انتم شايفين في الجدول اللي هي الدبلوم ما ممكن تاخد عليها نقطتين اما الثانوية العامة مش هتاخد عليها حاجة بالنسبة للعمر اقصى عمر اللي هياخد نقاط اللي هو العمر اللي هياخد اقصى يعني النقاط هم اللي هما من 35 ل 44 هما دول المستهدفين 35 ل 44 بس مش معنى كده 45 ل 54 هياخدوا 6 نقاط وهكذا زي ما انتم شايفين في الجدول اقل من 25 واكبر من 65 مش هياخدوا نقاط لو كنت زرت المدينة او المنطقة اللي انت هتعمل فيها البزنس في اخر سنة هتاخد اربع نقاط لو كنت زرت بريتش كولومبيا بشكل عام بس مش بالضرورة تكون زرت المنطقة اللي انت هتعمل فيها البزنس في اخر سنة هتاخد نقطتين ولكنت زرت بي سي يعني ما قبل سنة بس في اخر ثلاث سنوات هتاخد نقطة لو ما كنت زرت بي سي او زرتها من اكتر من ثلاث سنين فاتوا مش هتاخد ولا نقطة اخر حاجة في نقاط التكيف دي اللي هما هل عندك خبرة كندية ولا ما عندكش يعني دراست اشتغلت كان عندك بزنس الى اخير في كندا لمدة سنة على الاقل هتاخد 8 نقاط كده ده مجموعة ال 32 نقطة الخاصين بنقاط التكيف كده يكون خلصنا المية وعشرين نقطة الجدول اهو بتاع السيلف ديكليرد اهدي البنود بتاعت المية وعشرين نقطة نيجي بقى للنقاط المخصصة للفكرة بتاعتك فكرة البزنس اللي انت ناوي تقيمه هنا في بريتش كولومبيا ان شاء الله سواء كان بزنس من الف اللي انت هتقوم به من اول وجديد او هتعمل هتشتري بزنس موجود حاليا وهتطور منه او هتعمل فرنشايز مع يعني تاخد علامة تجارية وتشتغل تحت اسمها مهما كان نوع البزنس بتاعك هو ده التقييم اللي هيحصل عليه بتقسم الى 3 اقسام زي ما انتو شايفين كده في الجدول اللي قدامكم اول حاجة اللي علاقة القسم الاول هو علاقة باللي هي الجدول التجارية الجدول التجارية بتاعت الموضوع الماركت سيرتش والبيزنس موديل ولا اخره هتاخد عليها 30 او يعني دي 30 نقطة عليها و20 نقطة على مهاراتك انت الشخصية و30 نقطة على الجدول الاقتصادية للمشروع المجموع 80 بحد ادنى لازم تحصل على 32 نقطة من 80 دولي اول قسم في التلاتة دولي اللي هو الكميرشال فيابيليتي مقسم الى 6 اجزاء وفي المجموع النهائي بتاعهم 30 نقطة تعالوا نشوفهم كده واحدة بواحدة سريعا البزنس موديل هتاخد عليه يعني حد اقصى 10 نقاط يعني ما عجبهمش مش واضح نقطة تمام في النص كده 5 نقاط 10 نقاط لو كان حسب ما هم عايزين عشان تعرف هم عايزين ايه بالزبط انا مش هدخل في التفاصيل هنا في الفيديو ده لكنه الرابط اللي هعطولكو اياه هم هشرحيلك بالزبط ايه الحاجات اللي انت لازم تكتب عنها علشان تاخد العشر نقاط والmarket entry strategy بتاعتك هتدخل ازاي الماركت ده والخدمة بتاعتك والمنتج اللي انت هتقدمه هو الى اخر يعني اربع نقاط يا هتاخد الاربعة يا هتاخد واحد الانفستمنت بتاعتك القيمة اللي انت عايز تستثمرها هنا في المشروع ده هتاخد اربع نقاط كحد اقصى لو هتستثمر 800 الف دولار والحد الادنى 200 الف دولار اجل من كده اصلا مش مسموح لك تدخل البرنامج ده المتين الف دولار لو هتستثمرها لغاية 400 الف هتاخد نقطة واحدة بس هم هيعملوا تقييم للانفستمنت بتاعتك دي ولما باي لغاية انت كاتبها وهل هي اه تمام مطابقة مش مطابقة يا اما يقولوا لا ده المعلومات مش دقيقة يدو لك زيرو او يعني ما تعجبهمش يعني الارقام اللي انت بتقولها مش متماشية مع البزنس اللي تقاعد تكلم عنه هتاخد صفر او اربع او ستة ومرة تانية الرابط اللي هتركوا اياه في الفيديو في الوصف بتاع الفيديو فيه بالتفصيل بالزبط ازاي ممكن تاخد الست نقطة دي وإيه المطلوب منك على حسب انت الانرشيب هتكون مية في المية ليك ولا لا المية في المية هتاخد اربعة لو اقل من التلت هتاخد صفر وعلى حسب نوع المخاطرة ممكن تاخد لو ما فيش مخاطرة والامور تمام معاك يعني هما مش شايفين اي ريسك عليك فينانشيلي ماديا يعني هتاخد النقطتين لو كان هيدو لك صفر ومن ضد المخاطرات دي لو انت البرنامج بتاعك معتمد على مشاركة حد تاني هيجدم برضو انتو الاثنين بيتجدموا يعني هو مسموح لكنه في المخاطرة بيقولك دي مخاطرة عالية وهيدي لك عليها الصفر في النقطتين دولي مش هتاخد النقطتين هنا يجي بقى للي هم العشرين نقطة الخاصة بالمهاراتك انت وبخبراتك انت لو العشرين دي ممكن تاخدها لو انت كنت بيزنس اونر في اخر عشر سنوات بشوفوا فترة بتاعت اخر عشر سنوات لمدة خمس سنوات بيزنس اونر عندك الاكسبيرانس دي كلها في نفس المجال اللي انت هتعمل فيه بيزنس هنا هتاخد عشرين نقطة اما هزا ما كنت بيزنس اونر خالص ما كانش عندك بتجارة قبل كده بس كنت سينير منيجر في بيزنس له علاقة باللي انت هتعمله هنا لمدة خمس سنوات في اخر عشر سنوات هتاخد اربع طاشر نقطة وممكن تاخد نقطتين اضافية هنا لو انت مقدرش تجمع العشرين من خبراتك السابقة ممكن تاخد نقطتين اضافية لو لغتك سي ال بي فايف وفوق نيجي بقى اللي هو الجدوى الاقتصادية الجدوى الاقتصادية مقسمة لاربع اقسام وعندك تلتين نقطة كحد اقصى ممكن تاخدها في المجموعة دي هما بيشجعوا الناس ان هي تستثمر في قطاعات معينة وانه يكون اهدافها الاقتصادية لها اهداف اقتصادية معينة لو انت ضمن القطاعات دي وعندك على الاقل هدف اقتصادي واحد من الاهداف اللي هم حطينها هتاخد اتناشر نقطة لو كان انت يا في القطاع يعني استثمرك في القطاع اللي هو المطلوب او هدف اقتصادية واحدة من الاهداف اللي هم عايزينها هتاخد ثمان نقاط لده ولا ده هتاخد ثلاث نقاط طب أعرف هي الأهداف دي وأعرف هي القطاعات هتلاقيها في الرابط اللي أنا أحط لك إياها في الوصف بتاع الفيديو ده هتحصل هيحصل تقييم للملف بتاعك طبعا وهيشوفه هل أنت فعلا البزنس اللي تتكلم على يدي فعلا هيخلق على الأقل وظيفة واحدة فقط إذا ما كانش يبقى أنت خارج الموضوع هيدولك صفر وملفك لن يتم قبوله إذا كان لكن المعلومات اللي أنت ذكرها في الملف مش مش مطابقة هم شايفين أن هم مش يعني مش متناسقة مع الكلام اللي أنت كاتبوا بس في الآخر هم شايفين هتخلق وظيفة على الأقل هيدولك نقطة لو كل حاجة تمام هيدولك 6 نقاط وممكن تاخد أربع نقاط لو أنت البزنس بتاعك هيخلق وظيفتين على الأقل اللي هم التايب بتاعهم تصنيف بتاعهم 0 ولا A ولا B تاخد أربع نقاط لو كان وظيفة واحدة 0 ولا A ولا B هتاخد النقطتين ولو ما فيش مش هتاخد ولا حاجة آخر حاجة مرة تانية اللي هم المنطقة الجغرافية اللي أنت هتستثمر فيها ممكن تاخد لـ 8 نقاط على حسب المنطقة اللي أنت هتستثمر فيها ده يعني باختصار مطول شوية النقاط بتتحسب إزاي لو أنت شفت الفيديو لغاية النقطة دي معناها هنا كنت مهتم لو أنت شايف أن النقاط دي يعني ممكن تحصل على أرقام حلوة أو تعدي اللي احنا قلنا عليهم المنمم على الأقل فأقترح عليك أن كنت تشوف الفيديو مش الفيديو الرابط اللي هسيب لك هيها تحت في دوكيمنت بي دي اف فيها جميع التفاصيل المناسبة ليك ما تنسوش أنا مش رجل أنا مش محامي ولا بعمل جدوى اقتصادية ولا أقدر أفيد في أي معلومة من معلومات طب إزاي أجيب بيزنس إزاي أعمل كذا ده مش مش مهنتي إذا أنت إذا أنت مهتم فعلا ممكن تتواصل تشوف شركات بتعملك جدوى اقتصادية أو إلى آخره في بريتش كولومبيا تدور كده في جوجل وتشوف بالتوفيق للجميع أتمنى أنه كان في فايدة في الشرح ده وأتمنى أنه تعبيده ما رحش كده بلاش وعلى أقل في واحد يكون استفد منه الموضوع أنا عارف أنه هو نسق يعني عدد قليل بس هو لا يكون مهتم بالموضوع ده إن شاء الله واحد بس ممكن يستفيد منه ما تنسوش من الدعم شير لايك سبسكرايب تفعيل الجرس دعواتكم هم حاجة خليكوا في البيت وفي أمان الله موسيقى